ترجمة نانسي قنقر مليون صح يسوي غلطة واحدة لكن مليون غلطة لا يتعاودون بصح واحدة سكتت الآن لست ثوانا ومن عبارات أشخاص يستنتج أنه لم أفهمتوا لماذا فكرتوا أن هذا الشيء غلط لكن لماذا هذا الشيء غلط؟ لماذا غلط أن الواحد يسكت ست ثوانا بين كلمة وكلمة؟ الجواب الوحيد الذي يصلي هو أنه تعودنا فكرتوا أن الشيء الذي عملته غلط وهذا الشيء ليس الحق عليكم من زمان كثير يوجد ناس وضعوا وانين اجتماعية ومن وقته تعود الإنسان على التصنيف بين الصح والغلط والناس معوّدين على هذا الشيء لذلك فكرتوا أنه الغلط الواحد يسكت ست ثوانا بين كلمة وكلمة لكن شو رأيكم إذا أقولكم أنه لا يوجد شيء اسمه صح وغلط يوجد شيء بالنسبة لقالي صح وبالنسبة لقالي غلط يوجد شيء بالنسبة لقالي صح وبالنسبة لقالي غلط من إحنا وصغار معوّدين على جوابين التي هن صح أو غلط لكن لماذا لا يوجد جواب تالي يقول مختلف؟ من زمان كثير يوجد ناس مع السلطة والقوة قررت تفرض قوانين اجتماعية ومن وقته سندا على هؤلاء القوانين تعودنا على التصنيف بين الصح والغلط على سيرة السلطة أقولكم التاريخ صح؟ أقولكم التاريخ دقيق؟ أقولكم مضبوط؟ أقولكم ما هو التاريخ؟ التاريخ هو القصة الخبر التاريخي التي أصحاب السلطة ستستمر بكتب التاريخ القصة التي أصحاب السلطة ستستمر بكتب التاريخ لكن لكل خبر تاريخي ستجد مليون سياغة له مثلا الحرب بين الولايات الإنجليزية بأمريكا وبين الإنجليز التي أدت لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية الإنجليز سيخبرها بطريقة والأمريكان سيخبرها بطريقة تانية او مثلا الحرب بين تركيا وارمينيا الحرب بين روسيا واكرانيا هذا مثلا انه بالنسبة لكل بلد كان اللي عم يعمله صح والبلد الاخر عم يعمله غلط لكن هون ما عم نحكي عن شي صح ما عم نحكي عن شي غلط عم نحكي عن شي مختلف من جهة تانية شو هو مفهوم الغلط الغلط هو لما شخص بقرير يقف بوجهه القوانين الاجتماعية ويخالفه هناك سؤال يطرح نفسه لماذا نخاف من فكرة الغلط؟ نخاف من فكرة الغلط لأن الغلط أتقل من الصح مثل ما ذكرت سابقاً مليون غلط لا يتعودون بصح واحد ولكن مليون صح ينتزعون بغلطة واحدة هناك واحد من العابة المفضلة بالفوتبول اسمه إكر كاسياس كان حارس مرمى وقال حارس المرمى يشيل 100 جول بالماتش ولكن الكل سيتذكر جول الواحد الذي أكله هناك أيضاً دراسة من بلوغ Sociality.io تقول أن 35% من الزباين في أمريكا ينزلوا تعليق سلبي على مواقع التواصل الاجتماعي و 53% ينزلوا تعليق إيجابي و بالرغم من هذا الشيء مع أن التعليق السلبي هو الأقل نسبياً ينقرع بنسبة 63% أكثر من التعليق الإيجابي هلأ يمكن أن تسألوا حالكم ما أخصنا بكل هذا الشيء سأقول لكم أكثر شيء ترى في حياة الصح والغلط هو التربية إن كان أساتذتنا معالميننا أهلنا كل المسؤولين عن تربيتنا بحيالة طريقة دائماً يقرنونا للماضي و لا يجربوا يعيشوا الزمن معنا وهذا الشيء يمكن أن يكون صح و يمكن أن يكون غلط سنأخذ سوح حالتين في أم خايفة على أبنه يمكن أن يأخذ له تليفون على عمر العشر سنين يمكن أن يتابعه يمكن أن يتعود على عصر التكنولوجيا و يمكن أن يدرسه و يفيده و يوجد أم ثانية أيضاً خايفة على أبنه ولكن لا يمكن أن يأخذ له تليفون قبل 13 سنة لماذا؟ لأنه لا يريد أن ينقذ لا يريد أن يقذع عيونه و يمكن أن يضره و يمكن أن يتعرض لقصص في هذه الحالة يوجد أحد صح يوجد أحد غلط يوجد أحد معه يوجد أحد صح يوجد أثنين خايفين على أبنه و الهدف هو ذاته سيحدث على تليفون لكن طريقة الوصول إلى الهدف تغير لكن هنا أيضاً لا نتحدث عن شيء صح ولا نتحدث عن شيء غلط نتحدث عن شيء مختلف يجب أن نقبل أن الزمن تغير و يتغير كثيراً و عندما نجرب و نرده إلى هنا يجب أن نقبل أن الزمن تغير و نجرب أن نطوره قدمة فينا و نعيش اللحظة كرميل نستفيد منه على الأخير و لا نجرب نرده إلى هنا و نقرأنا إلى الماضي صح والغلط ليس أكثر من وهم وهم اخترعوا كرميل دائماً تفكر أنه يريدك موافقة حضن أو موافقة فكرة كرميل تذهب بأناعاتك و الآن سألخص كل شيء قلته بفكرة واحدة يلي قاعد هالمايلة رح يقرأ كلمة يمين و يلي قاعد هالمايلة رح يقرأ كلمة شمال أنا ماسك شغلي واحدة بس رح يقرؤها بطريقة مختلفة حسب من وين شايفينا قد ما تقنعوا بعض أن هذه هي الكلمة و قد ما هذا النص يقنع تاني نص أن هذه هي الكلمة اللي قرية رح يظل شايف هذه الكلمة لأنه هو هيك قرية يعني بهذا الحال ما في حدا صح و ما في حدا غلط في حدا مختلف إذا منرجع شوي لإسم الإيفانت مين قال أنه الضاو دائماً هو الصح و مين قال أنه العتم دائماً هو الغلط لكن إذا كنت تتذكروا الشيء من اللي قلت لكم اليوم أنا بدل ما دار صنف بين الصح و الغلط صرت أقبل أنه في شيء مختلف و مش يعني ضروري هو غلط وأنا بدل ما خاف أنا بدل ما خاف استكشف لأنه معقول فكرة تكون غلط صرت تحب وأنا بدل ما وأنا بدل ما خاف من أنه الناس فكرة أنه فكرة غلط و بدل ما خاف استكشف على أناعاتي لأنه معقول الباقي ما هي الثانية صرت تشتغل على أناعاتي و عندما يشوفوا قدية عنهم الثانية صاروا هني يقتنعوا و مبطلت خاف أنه يفكروا أنه فكرة غلط لأنه وين ما رحت إذا رفطت فكرتي بمحال رحت نقبل بمحال تاني لأنه وينما كان يختلف الصح من الغلط ترجمة نانسي قنقر شكرا